اشتركوا في القناة ونقف مع جلالته في الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته والحفاظ على منجزاته وأن التمسك والالتزام بالثوابت الوطنية الراسخة وتقوية الجبهة الداخلية واجب ومسؤولية وأعربت معالي رئيسة مجلس النواب عن بالغ الاعتزاز والتقدير بالإشادة الملكية السامية بدور وأداء السلطة التشرعية وبالتعاون مع السلطة التنفيذية لخدمة الوطن والمواطنين في ظل التوجيهات الملكية السامية وأشادت معالي رئيسة مجلس النواب بروح الأسرة البحرينية الواحدة التي يتميز بها المجتمع البحريني بلد الاستقرار والأمن والأمان ووطن التعايش والتسامح بفضل من الله تعالى وقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وأضافت معالي رئيسة مجلس النواب أن التزام مملكة البحرين بمواقفها الثابتة مع الدول الشقيقة والصديقة في مكافحة الإرهاب يؤكد وحدة الصف والمصير المشترك ويجسد عمق الروابط الأخوية التاريخية والثنائية المشتركة معربة عن بالغ التقدير للدور الرائد للمملكة العربية السعودية الشقيقة في حماية أمن واستقرار الأمتين العربية والإسلامية وأشارت معالي رئيسة مجلس النواب إلى أن التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة تستوجب من الجميع تعزيز احترام دولة القانون والمؤسسات والحفاظ على التماسك الاجتماعي والحذر من كل المخاطر والفتن والتحريض التي يقوم بها من يريد الشر بمملكتنا الغالية مؤكدة الدعم البرلماني لكافة الإجراءات الرامية لحفظ الأمن وتنفيذ وحسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي